فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية المنتخب الوطني للناشئين بمناسبة تعهلهم إلى نهائي بطولة غرب أسيا لكرة القدم بعد فوزه في مباراة على نظيره السوري جاء ذلك في برقية تهنيات بعثها إلى بعثة المنتخب من لاعبين وجهاز فني وإداري مشيدا بالمستوى الكروي العالي والمتطور لللاعبين والثقة التي اكتسبوها خلال المنافسة ليزرعوا البسمة في نفوس اليمنيين مثمنا الجهود التي تبدل في هذا الإطار والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها الجميع موجهنا الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لكرة القدم بمزيد من الاهتمام بالفرق الرياضية